وعشان كده نعمل شوية إجراءات مع بعض من أكتر الحاجات اللي تعيني الإنسان وتخليه دايماً مداوم على العبادة الاهتمام بالكيف يعني إيه الاهتمام بالكيف؟ الاهتمام بالمعنى الاهتمام بالقلب الاهتمام بالوصل الاهتمام بالفقر الاهتمام بالانكسار الاهتمام بالتعلق بالله الاهتمام بحب العبادة الاهتمام بالنظر في هذه العبادة كيف تغير حالك وتغير أخلاقك كل ده مهم لأن بعض الناس بيقوله ما تفكرش كده فكر أن أنت كل ما هتزود العبادة فخرج لنا جيل بقى من الناس عندهم عبادات كتيرة ما عندهمش أخلاق طب نعمل إيه نترك العبادة لا إن إيه نعيش جوه العبادة بالعبودية يعني مش ممكن واحد يكون أصلا بيبص الواحد باحتقار وهو داخل في الصلاة متزلل إلى الله لكن هو داخل في الصلاة وهو حاس أنه هيطلع بشنطة حسنات وهيطلع برقم من الحسنات وخاصة لو راح صلى جماعة وغيره ما صلاش جماعة فهو طلع مساكين مساكين بوعاد عن ربنا إحنا عندنا كانوا يقولوننا إيه يقولوننا حاجة وهم بيربونا كل واحد هتشوفه أعتقد أنه ولي أعتقد أنه عبد الله أنت اللي عارف نفسك وعشان كده يبقى إيه اللي حاصل نهتم بالمعنى اللي في العبادة نهتم بالقيمة اللي في العبادة نهتم بالخلق اللي في العبادة نهتم بالانقسار اللي في العبادة وخاصة في عبادة الصيام اللي بيأتي موسم شعبان فيها حاجة تانية اللي نحن نعملها الالتزام بالحاجة اللي بيحبها الإنسان من أبواب أبواب العبادة يعني إيه اللي حاصل؟ شعبان جنة شعبان مش بس الصيام شعبان ذكر شعبان وصل شعبان بر بر والدين شعبان سرة أرحام شعبان كل النفحات كل الوصل ده عشان احنا كمان هنعمل كده في رمضان فانتنوع في العبادات عشان لأن رسول الله أعلينا خذوا من العمل ما تطيقون فواحد بيطيق الصدقات واحد بيطيق هذا يلا توكلوا على الله يبقى تاني حاجة ما تجد فيه قلبك اعمل من العبادة ما تجد فيه قلبك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ازاي تطيق العبادة؟ لما قلبك يكون في العبادة لما قلبك متعلق بالعبادة الحاجة الثالثة اللجوء على فكرة لازم نرجع لنا تاني ان الناس في شعبان متنوعين العبادة مش لازم كلنا يبقى عبادتنا وحدة واحد ما بيطيقش الصيام يا أخي تحزنه على نفسه ليه؟ واحد بيطيق الصدقة واحد بيطيق صلة الأرحام نخلي الناس تفرح مع الله كلنا كلنا نفرح مع الله حاجة الثالثة ان احنا نقلج إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء والمسكنة وإن اللي حصل ونعط نور ربنا لا تزق خلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من ندونك رحمة إنك أنت الوهاب ادعو ربنا وناجو ربنا خامس حاجة رابع حاجة أني جاء دعاء عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا ربنا ندعيه اللهم إننا نسألك السباتة في الأمر والعزيمة على الرشد يا رب نسألك السباتة والعزيمة يا رب العالمين ولا تمنعنا أبدا من هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسر من هذا الدعاء إنه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان صلى الله عليه وسلم يقول فسأل الله أن يجدد إلا حصل أن يجدد الإيمان في قلوبكم يا رب جدد الإيمان في قلوبنا وكان حضرة النبي يقول ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين هذا شعبان الكريم المليء بالنفحات هذا شهر التحول التحول من قبلة إلى قبلة فاللهم أجعل قلوبنا دائما محاولة إليك ودائمة مقبلة عليك اللهم إنا نسألك في هذا الشهر أن تجعل قلوبنا معلقة بك وأن تجعل قلوبتنا تعرف لذة القرب منك اللهم اجعلنا في كل يوم نصوم وفي كل صداقة نتصدق بها وفي كل دعاء ندعو وفي كل رحمة نرحمها وفي كل سير في حاجة إنسان في هذا الشهر نرى وجهك الكريم ونرى ودك ونقترب منك اللهم إنا نسألك أن تصرف عن قلوبنا أن نطلب منك الرصيد فإن يا ربنا نرجو منك في هذا الشهر أن تكتب أسماءنا في ديوان العبيد يا من بشرت العبيد فقلت لهم أليس الله بكاف عبده نسألك الكفاية في شعبان ونسألك الهداية في رمضان لكي نكون في ساحتك على الدوام يا رحمن